الابنات تركزوا معي في هذا الوصف انا جبت لكم اخطر ما يكون وصفة قنبلة حصريا في القناة ديالي هي قناة وصفات للجمال مع الهام في تبييد الاسنان والتخلص من الاسفرار والجير والتسوس والرائحة الكريهة والألم الاسنان بمكونات الرخى والرباخة مكونات مادا يرينج حصريا حصريا يا الابنات انتمنا فيديو اليوم الارداد أرى اشتركوا في القريب العاجل اتجابوا هذا القريب العاجل ترجعوا في الفيديو وانتجناها لا تصوروا شيئ يمكنك تقنية تطوروني وتجعوني ودعموني بالكثير من الأشياء أتجابوا فيها أيضا ابتعدوا في هذه الوصف كيف يجعزكم ما يشيئ خيال العلمي وأيضا البنات نريد التعاملوا لايك 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 لهذا الفيديو وكما أرى استدخدوا لك اكبروا على مال جانب الامت اشتركوا فيديو وصلوا لدينا الكثير من الناس يوميا يوميا يكون جديد ونجرب الكثير من الوصفة الطبيعية طيلة الأسبوع احتنتم يا البنات ادعموني بلايك ديالكم ادعموني وبالشراك ديالكم في القناة بتفعلكم منزل الجرس لكي تتوصلوا بكل ما هو جديد وشكرا شكرا شكرا لك التفاعل الزوين لكي تتعليو ليا ودوك ليلاك لكي تعملو ليا ومرحبا بكم كاملين وكاملاس وغادي نمشو مع بعضنا البعض نتعرفو على مكونات هاد الوصفة لما غا تخليش لك نهائي سينات ديالك فيهم متسوس بالنسبة الناس اللي كيعانوا متسوس بالنسبة الناس اللي كيعانوا من ألم الأسنان بالنسبة الناس اللي كيعانوا من الرائحة الكريهة والرائحة للفم الغير مستحبة يعني بزافت الناس كل لحظهم كتكون فيهم ذيك الريحة الغير مستحبة كيبغو تخلصوا منها بأي طريقة وبأي وسيلة يعني كيبغوها كده يحيدوا ذيك الريحة الغير مستحبة باش ما سبقاش فيهم فاليوم جبت لكم مصفا خاطيرة قنبولة قنبولة البنات للنساء للرجال الصغار والكبار بيدون ملح بدون بيكربونات الصودة يعني الحمد لله صحية ومفيدة لنحنا الصغار لنحنا الكبار وحتى ولداتنا الصغار عفوا وعلى بركة الله مشو باش نتعرفوا على مكونات ولكن بريكم كام نتجربوها وتكتبوا لي في الكومنتاغ رح نجربنا الوصفة وهالنتائج اللي القناع عليها رح تزيدوا تشجعوني بالكثير من الأشياء الإيجابية و بالكثير من الأشياء الزوينة والمهم لبنات غادي نحتاجوا أول حاجة معنا فادلاغو السيد هي زنجبيل أو سكينجبير كما تكونوا لاحظوا في صورة المصغرة دي هذا الفيديو يعني عندي سكينجبير أو زنجبيل هنا عندي لبنات بودر يعني عندي سكينجبير بودر هتاخذي كمية سكينجبير اللي كتبه عند العطار و عند العشاب وتقولي لي يطحنو لك عنده باش هكذا تعرفيه راح تري مياه في مياه وماشي ضيفي له مكونات تانوية ولا زيدي اللي بزافة الحويج اللي ما غاديش يفيدوك فضروري إن فوا يطحنو لك تم ما يجي به عاد استخدمي في هذه الوصفة ما تاخديه ش بودرة خوديه تري يطحنو لك تازج باش كده سعرفيش كتتتتخدمي لف الأكل ولف الوصفة الطبيعية لانه نصيحة لبنات مني شخصيا لانه ياما اخديته يعني غير واجد مثلا لايق الوقت ولكن فش نجيب وقلق الوصفة ناقصة مني كان مشي نجيب وطري ونقف عليه كان نجيب السكينجبير ونعملو في الوصفة الطبيعية كتكون نتيجة مية في المياه هذا اللي كيكون ديال العبار كتكون نتيجة ديال خمسين أو ستين في المياه فقط يعني ديك ربعين في المياه ولا ديك ثلاثين في المياه كتكون نتيجة ديال الوصفة الطبيعية وكذلك في الشيوات وفي الأكلات ما تستفديش منه بزاف لانه الفعالية ديالورها قوية ومفيدة للعظام الناس يكعنوا منها جنشة العظام الناس ليوم مفسين كبيرة يعني عنده بزاف ديال الحواج إيجابية سواء أكلناه سواء استخدمناه في الوصفة الطبيعية الأكل سواء استخدمناه في الوصفة الطبيعية يعني للجمال فالمهم لبنات بالنسبة التاني مكوين سوف نحتاجه القرنفل لألم الأسنان القرنفل لبنات أو ما يعرف بالمسمار يعني كتاخدي كمية منه كبتحنيه كتبوا لنا لبنات الاسم ديال القرنفل أو المسمار في الدول العربية باش نستفدوا إن شاء الله من كل الأسماء يعني ديال القرنفل أو المسمار نعرفوه في كل البلدان أو في كل الدول شنو ستتقولوا له من غير هاد جود الأسماء اللي معروف وشهير بهم أكيد مكوين عندي هنا معجون الأسنان كما قلنا ديال القرنفل ولا ديال الميسويك ولا ديال أي ماركة واحدة أخرى المهم سوف نحتاج إن شاء الله معجون الأسنان سكين جبير بودرة القرنفل بودرة سوف نحتاج معي أيضا لحبة السوداء أو حبة البركة بودر سوف نحتاج إن شاء الله سوف نحتاج إن شاء الله نحتاج إن شاء الله سوف 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 نتق abrir هذا سوف نحرك كل شيء سوف نضيف البنات سوف نضيف البنات سوف نضيف بمعجول الأسنان سوف نضيف البنات سوف نضيف البنات سوف نضيف البنات اشتركوا في القناة 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 شكراً 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 لكل وحدك تدعمني وكل وحدك تساندني ببسالكم كبيرة وغادي نشوفكم إن شاء الله في فيديو قادم السلام عليكم